السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالتكلم عن البرمجة البرمجة ببساطة لو احبنا نعرفها تعريف لذيذ كده هنقول ان هي قدرتك انت كإنسان انك تفهم ازاي الحاسب او الاجهزة الحديثة ازاي بتفكر رقم واحد وبعدين تتعلم لغة تخلق الاجهزة دي بتفهمها فتبقى انت كده مضطوط بحاجتي انك تبقى فهم ازاي هي بتفكر ثانيا تبقى عندك اللغة اللي تقدر تكلم الاجهزة دي بيها بحيث ان الاجهزة دي تقدر تفهم اللي انت فكرت فيه بص حواليك هتلاقي البرمجة كلها هي اللي بتدير العالم كله من حوالينا موبايلك حتى ذات نفسه عبارة عن مجموعة من الابليكيشنز اللي انت بتعافش تسيبه ده مجموعة من الابليكيشنز كلها متبرمجة في الاصل حتى تواصلك مع الناس الانتخابات كلها عبارة عن برنامج معمول وبيطلع النتائج حتى وكالة الفضاء ناسا وكل البرامج بتاعتها تواصل الصور بتصور من فوق وبتنزل تحت ويفرجوا عليها وياخدوا على الساعة قرارات وعلوم الذكاء الاصصناعي كلها الروبوتات اللي موجودة بيتحاولينها في كل حتة انت اصلا دلوقتي بتشوفني من خلال منصة اصلا من البرمجة فالبرمجة هي اللي بتصنع التكنولوجيا في واحد بيبقى مستخدم للتكنولوجيا وفي واحد منتج للتكنولوجيا المبرمج هو ده منتج للتكنولوجيا علم البرمجة علم غير العلوم التالي فيه علوم زيه كتير لك انا بتكلم علم يصنع فارق لانه علم منتج علم منتج تتعلمه وتقدر تطلع بيه حاجة المبرمج فيما بعد هو في الاساس في الاول لسه مبرمج مبتدئ بتبقى راجل صنايعي شوية بتبقى صناعة بتبقى بتقلد اللي انت بتتعلم منه بعدين بتصبح بعد فترة معينة بعد ما تكتسب الاساسيات وتبقى ثابت في معرفتك للفكر ازاي الاجهزة بتفكر ومعرفتك للغة اللي انت بنتمارسها ساعتها اللغة اللي بتمارسها وقصد بها اللي بتكلم بها الكمبيوتر عشان يقدر ينفذ دوامر اللي عندك ساعتها بتتنقل من الصناعي ده الى المفكر انك تقدر توصل تفكيرك دوت لجهاز الكمبيوتر وتقدر تعمل حاجات كويسة جدا وتقدر تنفيك سواء كانت علوم عادية او علوم زكاء الصناعي الفكرة كلها في الاساس فيه عندك البرمجة الاساسي انك تفه الكورس اللي هنقدمه ان شاء الله فيه The Art of Programming هو في الاساس بيركز على البرمج وعشان نقدر نعلمك البرمجة وتقدر تفكر وتفكر صح زي ما الاجهزة الحديثة كلها بتفكر هتتعلمها من خلال ممارستك بالبرمجة كنا ممكن نبرمج من خلال يعني كود فيك كده تتعلم كود كروكي تقدر تتعلم بالبرمجة ولكن احنا قلنا لأ ممكن ناخد لغة من اللغات اللي هي المشهورة لغة زي لغة البيسون لغة اساسية اول في الفترة الاخيرة ويمكن فيه فيديوهات لينا بنتكلم ليه تتعلم بايسون بعينها لكن انا مهمنش اوي لان احنا اتفقنا من البرمجة وانك تفهم الاول ازاي الاجهزة دي بتفكر وسانيا ان تتعلم لغة من اللغات اللي تقدر تحول تفكيرك ده انك تكلم بها اللغات التانية فان شاء الله في الكورس ده هنركز جدا على التفكير المنطيق عشان نقدر ان شاء الله نخش بعد كده فيه تطبيقات العلوم والزكاء الصناعي والطبيقات الحديثة بإذن الله